اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اللي مش قادرين نتكلمه لكن هو كان الى حد ما عنده احساس بالمسؤولية فكان بيتكلم لكن للأسف هذا الانسان تعرض للتهديد والتحذير من قبل السلطات الصينية لأنهم من نوع السلطات المركزية الدكتاتورية اللي عايزة تخفي المعلومات الى اخر لحظة طبعا لأسباب كتيرة يعني يقول لك عشان ما يتقصرش الاقتصاد بتاعنا عشان ما تتقصرش السياحة وما الى ذلك فيه اسباب متعددة بتخلي اسحاب القرار عايزين يخفوا الخبر وللأسف الشديد زي ما انتم عارفين الدكتور ده توفى فيما بعد ومش هو الوحده اللي توفى حتى مدير مستشفى يوهان توفى وفيه ناس كتيرة قوي اصيبوا وفيه ناس توفت من اللي بيشتغلوا على الخطوط الامامية في مواجهة هذا الفيروس الجديد الخطير واللي سبب خطورته يكمن في انه جديد ما نعرفش عنه الكثير من المعلومات لكن هناك اسباب اخرى تخلينا ننظر اليه بعدم استغطار وننظر اليه على انه شيء خطير الحاجات هذه الاسباب قدت الى انه بينتشر ومستمر في الانتشار هو صحيح عدد الاصابات الجديدة بتقل نسبيا لكن مازال بينتشر والسبب فيه حاجات خطيرة جدا ترجع الى سبب هذا الانتشار وعدم القدرة على احتواء الفيروس في المكان اللي بيظهر فيه وهو طريقة انتشار هذا الفيروس دية واحد هل هو بينتشر زي بقيت فيروسات كورونا فقط بالكحة والسعال والعطس العطس ولا بينتشر بطرق اخرى هو يبدو انه بينتشر بطرق اخرى الحاجة التانية الخطيرة جدا وهي التشخيص يا ترى ادوات التشخيص الحالية حساسة بنسبة 99% او 100% دي نقطة برضو من النقاط الخطيرة جدا لان اريد فيه مقالات كتيرة كتير او ابحاث ان التحليل التي تستخدم حاليا في الصين او في غير الصين هي بتعتمد على اكتشاف او البحث عن المضاد اللي هو اي جي ام للفيروس يعني المتابعين يعرفوا الكلام ده من فيروسات الايدز والاتش اي في وفيروس الكبد الوبائي ان فيه تحليل المضاد تحليل بيدل على ان فيه اصابة حديثة وهو الاي جي ام وتحليل تاني بيقول ان فيه اصابة قديمة اي جي جي ده بالاضافة الى تحليل البي سي ار هو تحليل البي سي ار برضو بتعمل لفيروس كورونا جديد ولكنه نوع مختلف الى حد ما فحاليا التحليل اللي بتتعمل اللي هي الايزا اللي اكتشاف المضاد للفيروس او تحليل البي سي ار اللي هو المحور فهل هذه التحليل حساسة جدا يعني هل حساسة بالنسبة عالية بمعنى ما معنى حساس معنى انت لما بتيجي يميت انسان فعلا مصاب وتعمله التحليل كم واحد منهم بيظهر عنده الاساب لو ظهر منهم من 97% فيما فوق يبقى ده حساس الى درجة كويسة لكن للأسف الشديد الابحاث والتقارير والدراسات اللي تحت ايدينا الى هذه اللحظة بتقول ان الاجراءات المتبعة حاليا حتى مع الخلط بينهم بتدي درجة حساسية يمكن 70% او 80% وعلى احسن التقديرات 90% يعني ايه يعني لو في ومية واحد عنده الفيروس وخضعه للفحص بقى احسن التقديرات بتقول ان 90% منهم هيكتشف الفيروس فيهم في حين ان عشرة مش هلاق وهيطلعوا سلبي ويمشوا يتوكلوا على الله يعيشوا في المجتمع ويختلطوا بالناس وده شيء خطير جدا لانه ممكن هؤلاء الناس ينقلوا العدوى هؤلاء الناس ممكن ينقلوا العدوى للاخرين وامبارح بس صدر تقرير عن حالة في امريكا كاليفورنيا بيقولوا ان طلع ايجابي وعملين يتتبعوا الناس اللي احتك بيهم وقابلهم ويويوي خلال الثلاث اسابيع الماضية او الاربع اسابيع الماضية ما فيش اي مؤشر انه احتك بانسان مريض او احتمال انه يكون مصاب فده يدل على ان الفيروس انتشر من شخص كان يبدو انتشر اليه او جاله من شخص اخر كان يبدو انه سليم يعني مش مريض ولذلك مستحيل تتبعه او معرفته هو مين ده انت في خلال الثلاث اربعة سبع انت بتشوف الاف الاشخاص بتشوف اشخاص في الشارع وتركب مواصلات وتخش مولاد فبتقترب من الاف الاشخاص ولا يمكن التعرف عليهم فيما بعد لا يمكن التعرف عليهم فيما بعد لو واحد منهم سليم ونقلك العدوى هتعرفه ازاي يعني بتخش مركز تجاري في الاف من الناس لو فيهم واحد مصاب ولا تزر علي الاعراض ونقلك العدوى هتعرف ازاي وهتجيبه من ال طيب وهي العدوى بتتنقل ازاي بتتنقل من اي واحد مصاب ماشي سيان ظهرت علي الاعراض وبيقول حتى لو ما ظهرت علي الاعراض لما تقترب منه بمسافة بمسافة دايه في دراسات تقول لك مترين لكن في دراسات احتياطية اكتر واصلوبها حذري اكتر بتقول لك الى خمس امتار خمس امتار طب دا احنا بنقترب من الناس في الاسواق وفي المجمعات وفي اللقاءات وفي الصلاة وي بتبقى المسافة نص متر والاسنسير الاليفيتور بتبقى المسافة مفيش نص متر بين الشخص والاخر فهؤلاء الناس قدرتهم على نشر العدوى بتبقى كبيرة وخطيرة ومن المستحيل او يكاد النهاردة نرجع ونتكلم عن الفيروس وايه اخر اخبار فيروس كورونا الجديد تحول العالم بصورة مجملة كان امبارح عدد الاصابات الاجمالي 82 الف 588 دا امبارح لحد امبارح الدور لكن امبارح بالليل اخر تقرير اللي شفته النهاردة الصبح بدري وصل العدد الى 83 379 يعني فيه زيادة حوالي 800 تقريبا نحسبه حوالي 800 اصابة جديدة حول العالم طبعا هو اقل اقل مثلا من اسبوع ده الصين الوحدها كان بيظهر فيها اصابة 1000 والفين الحاجة التانية عدد الوفيات اللي نتجت من فيروس كورونا الجديد اللي هو كوفيد 19 بقت اتحولت صارت من 2814 الى 2885 يعني حوالي كم حالة 44 حالة وفا برضو ده نسبة اقل كل الحاجات ده مبشرة بصراحة مبشرة ان ممكن السيطرة على الفيروس في يوم الايام وانا متوقع من القراءات بتاعتي وكده ان ممكن الموضوع ياخد اربع شهور او خمس شهور وخصوصا لو وصلوا الى لقاح او علاج بسرعة طبعا الموضوع هيتلم بسرعة كبيرة جدا فدي كانت اخر الاحصائيات اللي ملحوظ ان الصين بقى عدد يومين بقت اقل شوية واللي اللي نجبتهم زادت وبرزة حبتين طبعا كوريا وايران واللي متابع الاخبار يعرف ان كوريا وايران اتحطوا ضمن لستة الدول الصين وبعديهم على طول كوريا وايران من الدول اللي شركات الطيران الغت طبعا رحلتها اليها وحتى احنا عندنا في الشرق الاوسط الخبر الجديد من مبارح ان السعودية لغت تأشيرات العمر والتأشيرات الصحية لما كانوا فتحنها جديد ديت عشان يقللوا خطر احتمال انتشار العدوى في قلب السعودية على مستوى الشرق الاوسط بلادنا اكتر بلاد مصابة هي ايران الكويت والكويت ايران يمكن تجاوزت اليابان في عدد الاصابات الايران عدد في الترتيب كانت اليابان وبعدها ايران كانت الترتيب على ما اذكر الصين طبعا او الدولة وكانت بعد الصين كوريا الجنوبية وبعدين السفينة يهدي دا مونت برانسيس واليابان وايران النهاردة في التقرير ايران تجاوزت اليابان في عدد الاصابات دا كده كان ملخص وهتكلم مرة تانية هتكلم مرة تانية عن تشخيص الفيروس وايه البدل ايه التشخيص اللي المفروض يتبع ويكون نسبة حساسيته تسعة وتسعين في المية او درجة مقبول في دراسة اتعملت بس الكلام دا اعمله فيديو الواحد بعد ما تتجمع لدي معلومات كافية وموثقة لكن في دراسة مبداية اتعملت على اكتر من الف حالة وبيقولوا ان الكاتسكان اللي هو الاشاعة المقطعية على الصدر بتبين علامات مميزة ووضحة وممكن تكون اكثر حساسية من التحليل الموجود او اللي عاملين هذه الدراسة عملوا توصية بعمل الكاتسكان اللي شعر المقطعية لكل ما انتظر عليه اعراض توحي باصابته بفيروس كورونا الجديد اللي هو كوفيد ناينتين وربنا يعفينا ويعفيكم من كافة الامراض ويشفي كل مريض ويسلم كل انسان من اي مرض وإلى اللقاء في فيديوهات اخرى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة